إذا كان القضاة هم الجنات والأحكام تفصل على مقاييس السياسيين النافذين من رؤساء الأحزاب وقادة الميليشيات فليس ثمة ما يدعو إلى تعليق الآمال بقدرة القضاء في العراق على حل النزاعات الأمنية والسياسية بشكل عادل تسييس القضاء في العراق هو ما جعله مصدرا للفوضى وإعاقة نهوض البلد وتطوره وكل ذلك بسبب خضوع الجسد القضائي لمشيئة السياسيين ورغباتهم ولا أدل على ذلك من موقف القضاء من متنفذين يعدون من كبار لصوص المال العام ومنهم زراء ونواب وأصحاب درجات خاصة اعترفوا علنا بأنهم ارتشوا واستغلوا مناصبهم لمصالحهم الشخصية وبالنهاية برأهم القضاء وأسقط عنهم التهم من خلال مبررات غير منطقية للعفو عنهم وفي سياق التعامل المزدوج مع القضايا المطروحة على طاولة القضاء سبق وأن أسقطت محكمة النزاهة تهما موجهة إلى سياسيين هاربين على خلفية ما قيل في حينه عن ضلوعهم بالإرهاب واستغلال بعضهم المال العام من دون أن تقدم المحكمة تبريرا لقرارها فيما كشفت مصادر السياسية أن ذلك جرى بوساطة سياسيين بارزين حولوا القضاء إلى ورقة مساومات في سوق التجارة السياسية القائمة بين الأحزاب الممسكة بتلابيب العملية السياسية ومن أغرب المفارقات أن القضاء الذي تحول إلى لعبة بيد السياسيين لا يقصر في ملاحقة من ليس لهم سند سياسي بحيث يتحول وبالا على الفقراء والمتعيشين بالأجرة اليومية فيقضي بهدم منازلهم بذريعة المخالفة أو إزالة بسطياتهم ولأتفه الأسباب من الممكن أن يقضي بالسجن على طفل جاء سرق علبة مناديل ورقية ليقاضيها برغيف خبز يسد به جوعة محاولات إصلاح القضاء لا تتعلق بتغيير الدستور أو تعديل بعض القوانين إذ أن الآفة تكمن في العقلية السياسية ومن يدير هذا البلد فكل إصلاح يعد عبثيا ما لم تتغير العملية السياسية برمتها